في ضل الحرب المستمرة على قطاع غزة ومن شمال قطاع غزة ومن هذا المكان الذي يوجد فيه بعض الأشتال مثل محصول الفلفل والبتنجان واليقطين بحمد الله وبفضله نجحنا في زراعة مجتل بسيط بهذه المحاصيل لكي نقدمها إلى الناس في مراكز الإواء التي سضم عدد من النازحين وإلى البيوت التي يوجد بها ساكنين نسأل الله أن تكون هذه المبادرة منتجة في الأيام القادمة وأن تفيد الناس في ضل المجاعة والحرب المستمرة على قطاع غزة طبعا بالنسبة لعملية التشتيل وكيف إحنا قدرنا نحصل على بدور زي ما إحنا شايفين هذه القرون كانت موجودة بالسابق بمحصول سابق تمام جفت بالكامل بسبب عدم المقدرة على الاهتمام في هذه المحاصيل فأفرغنا منها البدور تمام هذه البدور بدور الفلفل وبعد ذلك تم زراعتها بهذا الصوان الزراعية أو هذا المجاش أو هذا المهد الزراعي كما ترون تقريبا من أسبوع تمت زراعتها وهي الآن منبتة بفضل الله والحمد لله وبعد ذلك يتم نقلها إلى أماكن أخرى اشتركوا في القناة